وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفرني ها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بحض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا ذاود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسه يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تغارت بالهجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأحناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهبني ملكا لا ينبلي لأحد من بحدي إنك أذت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيف وأصاب والشياطين كل فنائم وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير عزاب وإن له عندنا لزلفى لزلفى وحسن مآب حياة أمسك بغير عزاب حياة أمسك بغير عزاب